صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب بالدنيا اتمنى تكونوا خير معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية نهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم 25 من كورس ال reading comprehension يلا كوباية الشاي الجميلة وصحصح وفوق كده ويلا بينا نبتلك reading comprehension 25 read the following passage and then answer the questions طبعا طبيعي ان انت وانت بتقرأ اي قطع ممكن تلاقي كلمات جديدة ده normal احنا بنفهم الكونتكست كله وبنجاوب بناءنا على فهمنا يعني متوقفش عن بالكام كلمة اللي انت مش عارف معناهم الا لو جاي فيها سؤال بقى بحظك وطبعا لو انت في real exam خلاص مفيش حاجة تعملها غير ان انت تخمن انما لو انت بتتدرب في البيت بعد ما تحل وخلاص خمنت وعرفت ان اللي اجابة صحة او غلط تكتب الكلمة الجديدة دي في النوت بوك بتاعتك بتاعت البوكابلور عشان تحفظها طبعا لو لها سنة نمز كمان يبقى ليه تمام يعني يمكن تكون متعرفش الاسم بتاع دكتور كريمات السيد او شغلها كواحدة من افضل السيدات العلماء في العالم كله دكتور كريمات السيد هي كانت دكتورة يعني او محاضرة في كلية العلوم في جامعة عينشامس انكايرو في القاهرة يعني كسبة الجائزة دي علشان شغلها على بناء المعادن دكتور السيد دايما لما نقول دكتور السيد يعني انا بقصدها هي بس بدل ما قول دكتور كريمات السيد باخد اللاست نيم يعني فدكتور السيد اللا هي دكتور كريمات يعني is special in the world يعني هي متميزة في العالم of science في عالم العلوم يعني she is special in the world of science تمام because she was the first Egyptian woman لانها كانت اول سيدة مصرية to receive عشان تستلم one of these awards يعني هي اول female scientist مصرية تستلم الجائزة دي تمام عشان كده كانت مشهورة جدا نعمل اسكرون داول عشان نقدر نشوف باقي الكلام as an enthusiastic scientist enthusiastic يعني متحمسة بتحب يعني الحاجة دي فshe was enthusiastic scientist يعني عالمة شغوفة يعني بالعلم وبالscience she has spent much of her life يعني قضت معظم حياتها او جزء كبير من حياتها encouraging other women بتشجع السيدات الاخريات to become scientists يعني كانت بتشجع البنات انهم يكونوا علماء when you educate a woman هي قالت كده يعني لما بتعلم امرأة you educate a family بتعلم اسرة a nation بتعلم امة she says هي بتقول كده تمام when she was at secondary school لما كانت في المدرسة الثانوية دكتور السيد اللي هي دكتور كلمات السيد hear about the discoveries سمعت عن الاكتشافات of the woman scientist ماري كوري سمعت عن اكتشافات العالمة ماري كوري and decided that she wanted to be a scientist herself وقررت دكتور كلمات السيد انها تكون هي كمان نفسها علماء السيد اللي هي دكتور كلمات السيد يعني who worked very hard at school اللي كانت بتشتغل بجدية جدا في المدرسة was good at both science and math يعني هي كانت شاطرة في الساينس العلوم والماث الرياض however رغم عن ذلك it wasn't common for women يعني لم يكن شائعا للسيدات to go to university ان هما يروحوا الجامعة at that time يعني في توقيت دكتور كلمات السيد كان اللي بيروح الجامعة بس رجالة so it took her a long time to get her family to agree to the idea وبالتالي هي اخرت وقت طويل مع عائلتها عشان تقنعهم انهم يوافقوا انها تروح تدرس في الجامعة تمام؟ تعالوا بينا على البريغراف الوراء after she had graduated يعني بعد ما تخرجت السيد اللي هي دكتور كلمات السيد traveled to Britain خلي بالكم ان ده past perfect يعني ده الحدث الاول وده past symbol يعني الحدث التاني يعني هي الاول تخرجت وبعد كده سافرت لبريطانيا to continue her studies عشان تكمل دراستها هناك there one of her women teachers هناك واحدة من المدرسات السيدات اللي كانوا بيدرسولها يعني who was also a scientist كانت برضو عالمة really inspired her يعني هناك وهي في بريطانيا كان في واحدة من المدرسين او البروفيسور اللي بيدرسولها كانت برضو عالمة والهمت دكتور كلمات السيد the teacher اللي هي المدرسة اللي كانت في بريطانيا دي showed her ورتها ورت دكتور كلمات that was possible انه كان من الممكن to balance balance هنا as a verb بمعنى يوازن ما بين to balance having an important job ان يكون عندك وظيفة هامة with having a family يعني بالبلد دي كده انها هتقدر توازن ما بين شغلها وما بين آآ أسرتها وانها هتكون ام او يكون عندها اطفال او كده explaining that the teacher دي اللي هي المدرسة اللي بتشرح لها after work بعد الشغل she really appreciated her time she هنا عايد على مين؟ على دكتور كلماته على التيتشر؟ على التيتشر طبعا أوكي؟ اللي هي the scientist دي تمام؟ she really appreciated her time with her children يعني هي لما شرحت لها وشجعتها انها هتعمل balance ما بين شغلها وما بين أسرتها قالت لها ان انا دايما بعد الشغل بقضي وقت مع أطفالي ومع أسرتي تمام؟ later بعد كده السيد مارد اللي هي دكتور كلمات السيد الجوزت a man who was also a research scientist كان برضه research scientist يعني عالم باحث يعني في مجال العلوم and they had three children وربنا كرامهم بثلاث أطفال زي دي عايد على مين؟ عايد على دكتور كلمات والراجل ده؟ اللي هو دكتور كلمات السيد وجوزها they had three children يعني ربنا كرامهم بثلاث أطفال تمام كده؟ دكتور السيد اللي هي دكتور كلمات يعني قدت وقت كتير من حياتها traveling around Egypt يعني بتسافر القرى والمحافظات بتاعة مصر around Egypt هنا مش معناها تطلعت برا مصر راحة ليبيا والسودان مثلا لا around Egypt يعني بتلف مصر يعني تمام؟ راحة أسوان وسكندرية وسوهاج وأسيوت تمام؟ encouraging girls يعني بتشجع البنات to think seriously ان هما يفكروا بجدية about science فيما يخص العلوم يعني as an occupation occupation هنا تبقى كان يبقول job يعني كانها وظيفة she thinks that يعني دكتور كلمات بتعتقد there are not enough women scientists ان عدد السيدات العنماء مش كافي to do important work يعني فيه شغل كتير محتاج يتعمل ومحتاج women scientists بس العدد اللي موجود قليل تمام؟ although they are often good at research برغم ان السيدات دايما بيكونوا كويسين جدا في مجال البحث women like details the pioneers in science today are women دكتور كلمات اللي بتقول كده ان السيدات بتحب التفاصيل بتركز في التفاصيل واي حد بيعمل research محتاج يكون عنده الموهبة دي بتاعت التفاصيل وعشان كده الرواد في مجال العلوم في يومنا هذا هنا من السيدات تمام كده؟ يلا بينابقى للquestions choose the correct answer from ABC or D number one in 2003 دكتور كلمات السيد won an award as one of the best A in the world يعني دكتور كلمات كذبت جايزة رسمية award دي اللي هي official prize يعني تمام؟ دي كده معناها official prize انا award جايزة رسمية as one of the best A in the world كواحدة من افضل ايه في العالم؟ best professors اللي هم ده كترة في الجامعة يعني لا best scientists افضل العلماء؟ لا خلي بالكم best women scientists مظبوط هي خلت جايزة كواحدة من افضل العلماء السيدات one of the best discoverers يعني واحدة من اكثر المستكشفين او افضل المستكشفين؟ طبعا لا يبقى اللي اجابة الصحيحة هي women scientists تمام؟ يلا بينا عالكواستون الوراه كواستون نمبر 2 ايه really inspired دكتور كريمات السيد؟ مين اللي الهم دكتور كريمات السيد؟ خلي بالكم القطعة جابت سيرة اتنين جابت ماري كوري وجابت اللي هي المدرسة اللي كانت بتدرس لها في بريطانيا تعالوا نرجع للنص عشان نشوف كلمة inspired جاية مع اني واحدة فيها تعالوا نشوف تعالوا بصوا كده يا شباب ماري كوري اهي القطعة بتقول ايه عليها؟ لما كانت في سانوي يعني دكتور كريمات السيد هيا سمعت عن الاكتشافات بتاعت ماري كوري وقررت انها عايزة تكون علمة هل ماري كوري عملت لها inspiration يعني كلمة inspire موجودة؟ لا هي بس لما سمعت عن اكتشافات ماري كوري قررت انها تكون علمة هلو كده؟ طيب تعالوا نشوف بقى المدرسة اللي كانت معاها في بريطانيا افتر شيهاد graduated السيد ترافلد تو بريطان راحت بريطانيا تكونتيني هر ستاديس ذير هناك واحدة من المدرسات بقى واحدة من المدرسات بقى يبقى دي الايجابة الصحيحة تمام؟ يلا بينا عالكواتشن الوراء اهو بص زي ما كنتم بقول لكم ماري كوري لقى هر هزبنت جوزها لقى وانوف هر كوليجز يعني واحد من زميلها في المدرسة لقى وانوف هر ويمن تيتشرزن بريطان ايوهي دي الايجاب اوكي؟ كواتشن الوراء في المدرسة بقى كانت كويسة في ايه؟ ايه المواد اللي كانت كويسة فيها؟ Neither science or math؟ لا science ولا الماس؟ طبعا لا Either science or math؟ دي معناها دا او دا يعني كانت كويسة في الساينس او كويسة في الماس؟ طبعا لا science or math نفس الفكرة يعني هي either or هي هي تساوي دي من غير either فبرضو لا لان انا هنا بقول يا دا يا دا science and math هي دي الايجابة الصحيحة تمام؟ يلا بينا عالكواتشن الوراء question number 4 what does the underlined word occupation mean in this passage؟ انا وردي قلتها هنا بشرح occupation يعني وظيفة يعني job تمام؟ past time دا حاجة في الماضي يعني لأ a job or a profession مظبوط وظيفة having fun لأ studying science دراسة العلوم برضو لأ تمام؟ يلا بينا عالكواتشن الوراء question number 5 according to doctor كريمات السيد يعني طبقا لدكتورة كريمات السيد what is special about women as research scientists؟ يعني ايه الحاجة المميزة بخصوص السيدات ان هم يكونوا باحثين في مجال العلوم او يكونوا علماء متقصصين في البحث they like details بيحبوا التفاصيل مظبوط they are better than men هم افضل من الرجالة خلي بالكم بقى القطعة ما قالتش افضل ولا اوحش هو قالوا they or women like details الستات بتحب التفاصيل وقالت ان البيونيرز في يومنا هذا في مجال العلوم هم مين من السيدات انما ما قالتش احسن واوحش اوكي they are better than men لا خصوصا انها هنا الجملة مش محددة افضل منهم في ايه؟ لو كان الف الملاحظة كنت ممكن فكرت فيها انما سيدات افضل من رجال او رجال افضل من سيدات القطعة ما قالتش كده they have leisure time عندهم وقت فاضي لا القطعة ما قالتش كده they are strong الستات اقوية برضو لا يبقى زي like details بيحبوا التفاصيل هي دي الاجابة الصحية تمام؟ يلا بينا عن question الوراء question number six is underlined word they كلمة they refers to a تعالوا نرجع نقراها من قطعة تعالوا نشوف اهو بصة شباب later السيد اللي هي دكتور كلمات السيد مارد امان اتجوزت راجل يبقى دول كده حصل ما بينهم زيجة يعني بقى الراجل وامراده who was also a research scientist الراجل ده كان research scientist and they زي دي عايد على مين؟ عليهم هم الاتنين had three children يعني ربنا كرمهم بتلت اطفال يبقى مين؟ دكتور كلمات وجوزة تعالوا نشوف الاختيارات the underlined word they refers to a دكتور كلمات السيد طبعا and her husband هي دي الاجابة الصحيحة three children التلت ولاد لأ her family أصلتها لأ researchers الباحثين برضو لأ تمام؟ يلا بينا عن question الوراء question number seven which of the following أي من التالي summarizes what the first paragraph is mainly about قبل ما بص على الاختيارات قال لي الفرست فارغراف أرجع أقرأه وبعد ما أقرأ أقارن بالاربع اختيارات القدر تعالوا نروح للفرست فارغراف نرى الفرست فارغراف تاني you may not know either the name Dr. كلمات السيد or her work but in 2003 she won an award as one of the best women scientists in the world Dr. كلمات السيد who was a science professor at Inchamps University in Cairo won the award for her work on the structure of metal Dr. السيد is special in the world of science because she was the first Egyptian woman to receive one of these awards as an enthusiastic scientist she has spent much of her life encouraging other women to become scientists when you educate a woman you educate a family a nation she says تعالوا بقى نشوف الاربع اختيارات الاختيار الأول what Dr. كلمات السيد is مين Dr. كلمات السيد دي A طبعا هي المفروض تكون هو يعني يعني وقت هنا مقصود بها ايه الوظيفة اللي هي عملتها ولا مين ولا كده بس يعني شغالة اوكي هي دي الإجابة Dr. كلمات السيد early life حياة Dr. كلمات السيد في البداية يعني طفونتها وكده لا Dr. كلمات السيد later life حياتها في النهايات يعني وهي كبيرة برضو لا Dr. كلمات السيد's job وظيفة Dr. كلمات مش ده الهدف فبردو لا يبقى who Dr. كلمات السيد is مين دكتورة كلمات السيد تمام؟ يلا بينا على آخر question question number 8 the closing of the passage used to the last paragraph لما أقول closing هنا معناها conclusion اوكي معناها last paragraph عشان بس ما تطلغبطوش يعني اوكي the closing of the passage which mainly tells us about Dr. كلمات السيد زي ايه بيحكي لنا عن ايه يخص Dr. كلمات السيد قبل ما افكر لازم ارجعه رأي اخر باريجراف تعالوا نشوف اخر باريجراف بنعرفه من ال indentation اهو يعني احنا دائما بنعد الباريجرافات من المساحة اللي موجودة في اول باريجراف دي Dr. السيد has spent a lot of her time traveling around Egypt encouraging girls to think seriously about science as an occupation she thinks that there are not enough women scientists to do important work although they are often good at research women like details the pioneers in science today are women تمام؟ تعالوا شوف الاربع اختيارات the closing of the passage يعني اخر حاجة في القطع اللي هو البراريجراف اللي لنا لسه قريب مين اللي تلزأ اسقبه Dr. كلمات السيد زي بيحكي لنا عن ايه بقى Dr. كلمات travels سفرياتها لأ هي اه سفرت بس هي بيقولك انها كانت بتروح حوالين القرى او الـ around Egypt يعني عشان تشجع البنات انهم يكونوا women scientists فده ايه؟ ده السوشال رول اللي هو الدور الاجتماعي ان هي بتقولهم انا هو واحدة ست زيكم وبشجعكم ان انتم تكونوا علماء تمام؟ scientific research البحث العلمي لأ وفاميلي الاسرة بتاعتها برضو لأ يبقى الاجابة الصحيحة هي السوشال رول اللي هو الدور الاجتماعي اللي كانت بتقوم بيه Dr. كلمات السيد تمام؟ وبكده يا شباب محاضرة رقم 25 من كورس reading comprehension تكون خلصة لو حضرتك مهتم انك تحصل على باقي المحاضرات وتدرب اكتر على reading comprehension تقدر تتواصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده لحجز مكانك في باقي المراجعات والحصول على الفيديوهات وكمان الPDF اشوفكم في المحاضرة اللي جاية على كل خير ان شاء الله ربنا يكون معي اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل subscribe و like للفيديو وما تنسى اشتفاع على الجرس علشان يجيلك notification بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي